اشتركوا في القناة من الحجاج هذا العام يا رب العالمين وربنا ان شاء الله كده يرزقكم بزيارة قريبا لطيبة الطيبة اطهر بقاع الارض النهاردة عملالكم فيديو جديد وجولة حلوة جدا صباحية كنت النهاردة عند الحرم وروحنا نصلي الفجر وفضلت قاعدة لصلاة الضهر وقلت بقى ايه لازم اعمل لكم جولة وقول لكم طبعا على المكان اللي احنا بنركب منه عشان نروح مكة المكرمة طبعا سألتوني كتير على الموضوع ده وجالي كومنتات تعليف صفحة الفيسبوك او على الصفحة هنا على اليوتيوب عشان كده قلت لازم اعمل لكم الفيديو ده اهم حاجة بقى في بداية الفيديو متنسوش يا حلوين تذكروا الله وتصلوا على سيدنا محمد في التعلاقات وتكتبوا لي بتتابعوني منين كلامكم بيفرحني جدا وتعلاقاتكم كمان بتسعيدني ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين نروح من المدينة المناورة المكة المكرمة عندنا 3 اختيارات وهقول لكم على الاختيارات دي كلها في الفيديو اول حاجة احنا دلوقتي في المنطقة المركزية الشمالية وانا طبعا بطوار لكم منها دايما وقلت لكم كتير قوي علشان نخرج للمنطقة المركزية الشمالية اللي هو باب الملك فان هنروح عند البابات الخارجية اللي هي 334 و336 من الابواب الخارجية للمسجد النبوي هنخرج من نفس المنطقة دي عشان بقى نتمشى ونروح عند المواقف العربيات ومواقف البساط عشان نروح لمكة المكرمة طبعا قدامنا 3 اختيارات علشان نروح لمكة اول حاجة بالنسبة ليه اللي هي المريحة ولكن طبعا مش كل الناس دروفها واحدة اللي هو القطر وفي ناس كتير ما بتقدرش تذاكر القطر لان القطر بيبتدي سعره من 179 ريال وعلى حسب كمان الموعد يعني انتم لو نزلتوا الابليكيشن او برنامج اللي هو اكتر الحرامين هتدخلوا مثلا هتدخلوا انكم هتسافروا من المدينة المكة او من مكة للمدينة وعلى حسب الموعد يعني مثلا الناس اللي راحة الساعة 2 زغرا بيكون استعر مثلا بيوصل ل290 و270 وفيه اسعار تانية بتكون اقل في الاقتصادية دي دايما انا بسافر بيها بتكون اقل حاجة وهي 179 ريال بس طبعا زي ما قلتلكم مش كل الناس تقدر على تمن التسكرة فعشان كده احنا هنلاقي حل اوسط دلوقتي وهقول لكم تروحوا ازاي بسعر قليل شوية وان شاء الله يكون مفيد للجميع يا رب القطر في ناس بتحبوا وبترتاح عليه وفيه جنسيات كتير جدا بلاقيها مسافرة عليه ولكن طبعا التسكرة ممكن لبعض الناس تكون غليب فاحنا خلاص هنخرج دلوقتي من المنطقة المركزية الشمالية طبعا المنطقة دي انا بحبها جدا لان فيها مطاعم وكافهات وفيها حاجات كتير جدا كويسة فيها كمان اماكن للتصوير حلو قوي عندكم الاطار اللي هو مكتوب عليه انا احب المدينة حلو قوي للتصوير وعندكم هنا صرافة على الشمال الناس اللي عايزة تحول فلوس من اي جنسية او من اي بلد بيحول لكم هنا في صرافة في المنطقة دي وكمان عندكم هنا شركة موبايلي وشركة زين وشركة استي تي سي لخطوط التليفون في نفس المنطقة دي انا بشاول لكم عليها دي اول ما تخرجوا من البوابة على طول تمام كده تمام كده هنمشي بقى نلاقي اللي هي الكشاك الصغيرة دي بتبيع من كل بلد اكلة عندكم ماليزيا عندكم اكل المدينة عندكم اكل اللهم صلي على سيدنا محمد اندونيسي اكل صيني اكل تركي اكل شعبي كل ده موجود في الكشاك الصغيرة دي بيعملوا شاي بيعملوا قهوة بيعملوا ايس كريم بيعملوا كمان ايس كريم من اللي هو بالورد المديني والفانيليا حلوة اوي لازم ان شاء الله لما تروح هناك تجربوه وتجربوه كمان ايس كريم اللي هو بالعجوة اللي هو عجوة المدينة وكمان بالفانيليا حلوة اوي طبعا انا كل مرة بقول لكم اعملوا اعجاب على الفيديو اعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديوهات تتشاف والنصفحة تكبر بيكم طبعا الصفحة بقى لها يا شهرين هيرتشها واقع جدا لان الناس ما بتتفاعلش مع الفيديوهات لا بتشيروه ولا بتعملوا اعجاب عليه فبالتالي ان هو القناة مش بتظهر لكل الناس وانا بصراحة بيكون نفسي ان اي معتمر او اي زائر ضيوف الرحمن كلهم اللي هيجوا يزوروا المدينة المنورة يكونوا عارفين معلومات كافية عن الاسواق عن المولات عن الطرق عن الشوارع ان ربنا جعلني سبب ليكم ان انا اعرفكم الاماكن فيا ريت يا ريت تشيرو الصفحة او تبعتوها لو اي حد جاي من اصحابكم اريبكم حبيبكم جاي قريب المدينة تعرفوه الصفحة ان شاء الله احنا خلاص خرجنا من البوابات اللي انا قلت لكم على ارقامها في بداية الفيديو هنمشي بقى نفس الطريق ده هنعد كم يا دوني علاق دينا هنعد خمس دقايق بالضبط عشان نوصل لموقف البساط وموقف العربيات وكده استيطة دي كده تتقع فربنا الحمد لله يا رب يحروصهم عايز اقول لكم ان الناس الباكستانيين الجنسية الباكستانية بالاخص بيكون ما شاء الله يعني ربنا يدوهم الصحة والعافية بتلاقوا جايبين والدته وعمته او خالته بيكونوا ما شاء الله يعني ممكن تكون الواحدة 100 سنة وتلاقوني مثلا انا روحوا مثلا النهاردة غر حراء او غر ثور او مزارات بتلاقيهم هم اول ناس بيطلعوا معايا الجبل او بيطلعوا معايا الاماكن الشقة اللي هي صعبة على اي حد يتسلقها ويتجولها فربنا يبارك في عمرهم يا رب ودوهم الصحة والعافية نمشي بقى نفس الاتجاه بتاعنا ده على طول احنا خرجنا من الموابات فضلنا ماشينا على طول لا لا دخلنا لا يمين ولا يساء طبعا انا كنت بقى حاولة لقى مكان ضل شوية لاني كنت خرجة بقى صور لكم الصحة 10 صبحة في الشمس فقلت بقى ايه امشي صور لكم في مكان ضل اول حاجة دي كلها العربيات اللي مكتوب عليها اجرى بتكون مكيفة يا بنات الحمد للان هي مكيفة وبتكون سريعة رحت سألت لكم بقى كم سعر الفرد عشان نروح من المدينة المكة قال لي سعر الفرد 50 ريال اللي هي التاكسي اللي لونه اخضر وفي عربيات تانية بتاخد 60 ريال طب سألت واحد قلت له هل في اقل من كده بالنسبة للعربيات قال لي لا مش هتلاقي خالص اقل من كده كل دي يا بنات صف العربيات اللي وقفة من 50 ل 60 طب احنا عايزين باس يا دنيا مش عايزين عربيات الباس قدامكم على طول الجهة التانية هو عندي توبتن مباشرة فبحاول اكبر لكم الشاشة ده توبتن جنبه على طول موقف الباسات هنروح نقطع تذكرة طب بكامل باس يا دنيا بتلاتين واربعين ريال هو اقل السعر عن عشر او عشرين يا حبيبي بس بحس ان هو مش مريح ليه مش مريح يا دنيا لان بيقعد ست وسبع ساعات في الطريق بتحس ان كنتم رحين تعملوا عمرة ولكن تحس ان حد ضربكم عالقة موت ليه بحس ان الباسات متعبة على قد ما هي مريحة في الاعدة فاردين رجليكم او عاعدين على كرسي ولكن بصراحة من وجهة نظري بلا ان العربيات اللي هي الصغيرة دي مكيفة بتودنا اسرع بتودنا في حدود اربع ساعات او كده بيكون الطريق اسرع واريح للناس انا حبيت اعمل لكم الفيديو ده سريعا عشان الناس تستفيد منه يريد تعملوا مشاركة واعجاب عليه عشان اجريكم ان شاء الله يستفيد فانتوا بقى في نهاية الفيديو عايز اقول لكم طبعا ده يعني كل حاجة ترجع عليكم سواء عايزين عربية موجود عايزين بساط موجود وفيه كمان القطر انتوا بقى تشوفوا المناسب لكم ايه وتشوفوا كمان وسيلة النقل اللي هي مريحة بالنسبة لكم وربنا ان شاء الله يا رب يكتب لكم عمرة قريبا واللي نفسه يحجي هذا العام ربنا ان شاء الله يجعلكم من حجاج هذا العام وانا معاكم يكتبها لنا جميعا يا رب وكل نفسه كان يطلع الحجي السنة دي ولسه ربنا سبحانه وتعالى ما كتبلوش ان شاء الله السنة الجاية ربنا يوعدكم ويكتبها لكم جميعا ان شاء الله الفيديو النهاردة كان سريع وبسيط ولكن بناء على تعليقات ناس كتير اللي أنا نزل لها الفيديو ده اشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم